اليوم الأحزاب هي تقود المشهد السياسي بسواء كان بالحكومات المحلية أو بالحكومة المركزية بالبرلمان فاللي تابع في مجلس المحافظات إلى حزب سين نفسه هو اللي يوم ممثل بنفس الحزب في مجلس النواب فمن تم إلغاء مجالس المحافظات ونيطت مهمة الرقابة على أداء المحافظ والحكومات المحلية إلى مجلس النواب الممثلين من نفس الأحزاب يعني هو الحزب إذا عنده أجندة او ثقافة يقتات على المال العام او يؤمن بعملية الفساد او يؤمن بتخريب الدولة فيعني بالنواب يصير حبابه بالمجاس المحافظات يصير فاسد فهي نفس الثقافة نفس المنهج فهذه حقيقة الرؤية مو صحيحة الوضع الان سياسيا داخليا وحتى خارجيا مهي الاجراء الانتخابات المحلية يعني الاصل انه الانتخابات تجري في موعدها المحدد لانه هذا نص دستوري اشار على انه هناك مجالس محافظات لماذا ننظر لمجاس المحافظات في العراق انه الخلل مو بالقانون ولا بوجود هاي المجالس وانما بالتطبيق من الشخصيات ولا بعض القوى السياسية خلل بالقانون ممكن ان تتعالج هذه كما كان هناك اصرار والزام من القوى التشرينية في حينها كانت حقيقة تعديل قانون الانتخابات كان تعديل رائع لكنه كان يحتاج ايضا الى تعديل ليش لانه من خلل الانتخابات النيابية في سنة 21 ايضا كانت هناك اكو بعض الاخطاء اللي في هذا القانون ممكن ان تعالج تدري هو النص وضعي وليس نص الهي حتى ما يتعدل ممكن ان يتعدل هذا لكن اذا ننظر لكل دول اللي تؤمن بالنظام الديمقراطي وحتى الدول الاشتراكية يعني هناك اكو مجالس محلية سواء على مستوى الناحية على مستوى القضاء وكذلك على مستوى المحافظات وعلى مستوى الاقليم هاي مطلوب الرقابة لانه المحافظ او اي جهة انفيذية عندما تقوم بنشاطها او اعمالها بتقديم الخدمات وادارة المنطقة المفروض ان تكون هناك رقابة